بسم الله الرحمن الرحيم ومع الدرس الرابع من دروس الوحدة الأولى وهو جزم الفعل المضارع في جواب الطلب عرفنا قبل ذلك أن المضارع يجزم أن المضارع يجزم إذا سبق بأداة تجزمه إذا سبق بأداة جزم فهل هناك سبب آخر في الجزم؟ نعم ما هو هذا السبب؟ هو أن الفعل المضارع يجزم إذا وقع في جواب الطلب ولكنه يجزم هنا جوازا وليس وجوبا وجواب الطلب نقصد به هنا الأمر والنهي أخذنا قبل ذلك أن الطلب هو الأمر والنهي والاستفهام والتمنى والرجاء والعرض والتحديد فالمقصود بالطلب هنا الأمر والنهي نقول في الأمر ذاكر تنجح ذاكر هذا هو الطلب أما جواب الطلب فهو تنجح فتنجح هنا مجزوم فعل مضارع مجزوم جوازا في جواب الطلب لأنه في جواب طلب ونوع الطلب هنا أمر إبا ما سبب الجزم هنا؟ أنه وقع الفعل المضارع وقع جوابا للطلب وهو الأمر هنا وقع جوابا للطلب وهو النهي لا تهمل تفلح فهذا الفعل المضارع هو فعل مضارع مجزوم جوازا في جواب الطلب إبا هو مجزوم لوقوعه في جواب الطلب طبعا مجزوم وعلامة الجزم السكون لأنه فعل صحيح الآخر وكذلك هنا وكذلك نقول ابتسم هذا الطلب هذا الطلب أمر ابتسم ما النتيجة أو ما الجواب تبتسم لك الحياة إبا أيضا العلاقة هنا نتيجة مثل أسلوب الشرط كما أخذنا في أسلوب الشرط الذي يتكون من أدات شرط وفعل شرط ونتيجة الشرط أو جواب الشرط هنا هذا ليس جواب شرط وإنما جواب طلب سبقه طلب إما أمر وإما نهي إبا قد يجزم الفعل المضارع إذا سبقه أداة إذا سبقته أداة من أدوات الجزم وقد يجزم إذا سبقه طلب فهو في هذه الحالة يقع في جواب الطلب وجواب الطلب هنا يكون نتيجة أيضا في البلاغة أو في المواطن الجمال علاقة هذا الجواب بما قبله نتيجة مثل جواب الشرط إبا جواب الشرط وجواب الطلب نتيجة لما قبله الفعل المضارع المجزوم في جواب الطلب يكون مجزوما في الحقيقة يعني بأداة شرط محذوفة مع فعل الشرط يبا لمحذوف أداة الشرط زائد فعل الشرط يعني مثلا المثال السابق ذاكر تنجح ذاكر تنجح أصلها انتو ذاكر تنجح يعني مكان الأداة ومكان الفعل اللي هو فعل الشرط اللي هو فعل الشرط جاء هذا الطلب اللي هو فعل الأمر كما ترى إبا ذاكر أصلها انتو ذاكر ولكن هذه الأداة محذوفة مع فعل الشرط وحل محلها الطلب سواء كان أمرا أم نهيا في النهي مثلا نقول لا تهمل أصلها إلا تهمل اللي هي مركبة من اند زائد لا وهكذا إبا إذن هذا هو الفعل المضارع المجزوم في جواب الطلب هو يكون مجزوما على تقدير شرط على تقدير شرط محذوف مع أداته إبا إذن المحذوف أداة الشرط هذه وفعل الشرط طيب هل لذلك شروط نعم له شروط شروط جزم الفعل المضارع في جواب الطلب أولا أن يتقدم الطلب على الفعل المضارع كما نرى في هذه الأمثل هنا تقدم الطلب أتى في البداية طيب الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع المجزوم مترتبا على الطلب يعني نتيجة للطلب يعني مسببا عنه مثلا اقرأ كثيرا اقرأ كثيرا طيب ما نتيجة القراءة ما الذي سوف يترتب على القراءة تزدد معلوماتك إبا إذن هنا فعل مضارع مجزوم لماذا؟ لأنه وقع في جواب الطلب وقع جوابا للطلب يعني وقع جواب للطلب يعني نتيجة له يعني مترتب عليه يعني مسببا عنه كل هذه مرادفات وعلامة الجزم السكون وأخذنا تزدد أصله تز داد ولكن تحزف هذه الألف منع الالتقاء الساكنين اللي هو حرف العل إبا إذن الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع المجزوم مترتبا على الطلب طيب إذا لم يكن مترتبا على الطلب فهو مرفوع إذا كان الفعل غير مترتب على الطلب فهو في هذه الحالة يرفع ولا يجوز الجزم نقول مثلا اغتنم اغتنم فرصة تسنح لك أو تظهر لك اغتنم فرصة تظهر طبعا ده طلبه اغتنم فرصة ولكن هذا الفعل ليس مترتبا عليه ليس جوابا له هنا كان الجواب اقرأ كثيرا ما الجواب أو ما النتيجة تزدد معلومات لو قرأت هتزدد معلوماتك إنما هنا لو اغتنمت هتزهر لك لا طبعا ده هو تكملة الكلام اغتنم أي فرصة تزهر لك بس هو كلام واحد ليس كلام اي جديد ليس جملة جديدة ليس جواب بيزا اغتنم فرصة تظهر تظهر لك بيزا الفعل هنا فعل مضارع مرفوع لماذا لأنه غير مترتب على الطلب غير مترتب على الطلب الشرط الثالث أن يكون المضارع الفعل المضارع المجزوم اللي هو الجواب يعني بعد النهي لو مسبك بنهي احنا قلنا يسبك بطلب سواء أمر أو نهي لا احنا بنكلم نقطع لحالة النهي بس مش بنكلم على الأمر أن يكون الفعل المضارع المجزوم بعد النهي أن يكون أمرا محبوبا أمرا محبوبا ومحمودا ليس مذموما أو مكروها مثل لا تهم المذاكرتك هذا نهي هذا نهي طيب ما النتيجة تنجح يبا تنجح هنا أمرا محبوبا أمرا محبوبا يبا لذلك لذلك يجزم فعل مضارع مجزوم لوقوعي في جواب الطلب طيب أما إذا وقع أو إذا كان الفعل المضارع الواقع بعد النهي أمرا غير محبوب يعني أمر مكروه أو أمر مذموم فهو مرفوع في هذه الحالة ولا يجوز الجزم مثلا لا تهم المذاكر نفس المثال لا تهم المذاكرتك هنا نهي أيضا نهي أو ولكن انظر للنتيجة تفشل إبا هو أمر غير محبوب في هذه الحالة يرفع المضارع ولا يجوز الجزم لماذا لأن الشرط أن يكون الفعل المضارع هذا اللي هو المجزوم اللي هو وقع في الجواب بعد النهي أن يكون أمرا محبوبا مثل هذا إنما إذا كان أمرا غير محبوب أمر مزموم أو يعني غير محبوب إبا إذن يرفع ولا يجوز الجزم إبا هنا نقول تفشلو فعل مضارع مرفوع ولم ترفع الضم الظاهرة في هذا الفعل أما هنا فهو فعل مضارع مجزوم وعلمت الجزم السكون طبعا مجزوم لماذا لوقوعي في جواب الطلب اللي هو النهي والنهي هنا أمر محبوب وهكذا مثلا نقول لا تهمل دراستك تتفوق إبا هو أمر محبوب وهكذا أما إذا قلت مثلا لا تهمل واجبك ترصب إبا إذن كذلك تقول مثلا لا تدنو من الأسد مثلا مشهور لا تدنو يعني تقترب يعني لا تدنو من الأسد يأكلك آه نقول يأكلك يأكلك يبا هنا مضرع مرفوع ليه لأن طبعا لو قربت من الأسد هيكلك طبعا هيكلك دي أمر إيه غير محبوب إنما مثلا إذا قلت لا تدنو من الأسد تسلم تسلم آه يبا تسلم هنا إيه تسلم هنا أمر محبوب تسلم يبا إذن يجزم أما لا تدنو من الأسد يأكلك يبا هذا أمر غير محبوب فبالتالي يرفع إذا كان يرفع إذا كان الفعل بعد النهي أمرا غير محبوب أما إذا كان أمرا محبوبا فهو يجزم يجزم لوقوعه في جواب الطلب إذن الشروط باختصار أن يتقدم الطلب على الفعل المضارع أن يكون المضارع المجزوم مترتبا على الطلب بأن يكون مسببا عنه أن يكون الجواب بعد النهي أمرا محبوبا بهذا نصل بكم إلى ختام هذا الشرح الموجز وتابع الفيديو القادم وهو حل الأسئلة على هذا الدرس لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر